أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي أبرز جهود قوات حرس الحدود خلال النصف الأول من عام 2017 على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وأوضح المتحدث في بيان أن القوات تمكنت من ضبط أكثر من 1400 قطعة سلاح وما يزيد على 6000 كيلو جرام من الحشيش المخدر فضلا عن ضبط كميات من البضائع المهربة والأدوية والمواد الغذائية ومستحضرات التجميل وهواتف الثرية كما أشار المتحدث العسكري إلى ضبط عدد من عربات الدفع الربعي والدراجات النارية والدواب المستخدمة في عمليات التهريب فيما نجحت القوات في اكتشاف وتدمير 40 فتحة نفق على الشريط الحدودي بشمال سيناء فضلا عن ضبط أكثر من 3000 فرد من جنسيات مختلفة خلال محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية